السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلا بكم تبعيني القرام تبعي قناة من اخر خلاص معكم محمد نوردين ترتيب فرقة الدور الاسباني وترتيب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم اليوم الجمعة سبعة اربعة الفين تلاتة وعشرين في الجولة تمانية وعشرين من الدور الاسباني اليوم اشبيليا تعادلت امسل تفيجو اتنين اتنين احرص دفاع اشبيليا النجم المغرب يوسف النسوري في الدية تلاتة واربعين وماركوس اكونيا في الدية واحد وتمانين عدف هاسل تفيجو عن طريق اللاعب رودريجز فيدال في الدية تلاتة وتمانين وغنزالو باسينسيا في الدية تلاتة وتسعين متابعين الكرام عملنا الفيديو عن مباريات الجولة كمانية تنسبو لك في نهاية هذا الفيديو بإذن الله تعالى خلنا نتعرف على ترتيب فرقة الدور الاسباني وترتيب الهدفين متصدر الدوري نادي برشلون المركز الأول واحد وسبعين نقطة ريال مدريد المركز الثاني تسعة وخمسين نقطة مدريد المركز الثالث اربعة وخمسين نقطة ريال السوداد للمركز الرابع تمانية واربعين نقطة ريال بتيس المركز الخامس خمسة واربعين نقطة ريال المركز السادس اربعة واربعين نقطة مدريد المركز السابع سبعة وثلاثين نقطة مركز السامن سبعة وثلاثين نقطة سلت فيكم المركز التاسع ستة وثلاثين نقطة سلت فيكم المركز التاسع ستة وثلاثين نقطة سلت فيكم المركز التاسع ستة وثلاثين نقطة ختاف المركز 14 30 نقطة قادش المركز 15 28 نقطة بلد الوليد المركز 16 28 نقطة ألميريا المركز 17 27 نقطة فالانسيا المركز 18 27 نقطة إسبانيول المركز 19 27 نقطة قليتشي المركز 20 والأخير 13 نقطة بالنسبة لترتيب الهدفين متصدر الهدفين روبرت الفنتوفسكي لعب رشلونة المركز الأول 17 هدف المركز الثاني كاريم بنزيمة أوبراهيم لعب ريال مدريد سجل 14 ردف والمركز الثالث إينيس أونال لعب ختافي 13 ردف والمركز الرابع بورخ لعب ريال بتيس 12 ردف وياغوسباس لعب سلتفيق وخسره لعب اسبانيول متبعين الكرام بالنسبة لصنع الهدف في المركز الأول أنتونج رزمال لعب أتلك مدريد سنع سمانية أهدف المركز الثاني لوكاس روبورتون لعب ألمريا سنع سبعة أهدف وميكل ميرونو لعب ريال اشترك في القناة وعلى زر الجرس اعمل لايك الفيديو وامتبعين القناة والقناة معكم محمد نور الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك في القناة